محل هادة. طيب. نتطلع على جيربوكس. الجيربوكس انا راح اصبك بلاك بوكس. ما لهم كتير الدزاين تبعه من الداخل. فرح افكر فيه انه عندي امبوت شافت. وعندي امبوت شافت من هون. هون عندي اوميغا هاي سبيد شافت. وعندي هون اوميغا لو سبيد شافت. عندي هون تورك هاي سبيد شافت. وعندي هون تورك لو سبيد شافت. اوكي? ازا كان عالم مثالي وكانت ايتا. بتساوي 100%. حسب ما بدأ احفظ الطاقة ايش لازم بكون عندي? تي هج اس اس في اوميغا هج اس اس. بتها تساوي تي اس اس في اوميغا ال اس اس. مش هيك مفروض حسب حفظ الطاقة ما بصير. اه فبصير عندي انا برفع التورك. برفع التورك من هون وبنزل السرعة. باي دفنيشن. ازا هاي هون ستب داون. السرعة من هون عمالها تنزل. ومن هون لهون التورك عماله. بنعم. معظم التطبيقات تبعية القيرينج هي ستب داون. الحالة الوحيدة بتذكرها حكيتكم عنها او ذكرتها? الوين ترباينز. الوين ترباينز. الحالة الوحيدة اللي انا بعرفها. اللي مرت عليه. اللي فيها بعمل زغبي مع نوع السرعة. لان عندي سرعة الترباين بطيئة. لكن سرعة المتور اللي بدي اعمال عليه بيهكل. هتكون سريعة الف اربية ا أو الف... من الفصل. هاي تورك هاي سبيد شافت. لينا. هدا هاي سبيد شافت. نعم هادا هاي سبيد شافت. هادا هاي سبيد شافت. هدا لوسبيد شافت. هادا لوسبيد شافت. ها thankful has a low سبيد شافت. الشيء bleو السريع من هون لازم يرتفع الهون والسبيد لازم تنزل. الهاي واللو عن مين بيحكوا? عن سبيد ولا عن تورك? سبيد. اه? مش عن تورك. ولذلك احنا قلنا ما قلت هاي تورك شافت. اوكي ماشي? طيب. ازا الحالة الوحيدة المعروفة اللي انا بعرفها ازا بتعرفوا حالة تانية احكوا ليها وفتشوا عليها اللي هي بالوين تيربينز. بالوين تيربينز التيربينز عماله بلف على سرعة نسبية من خفضة. بس بدي ارفع السرعة عشان احطها على الجنريتر. والجنريتر ازا كنه اندكشن جنريتر. بعرفش انه اندكشن او سينكرونس. احتمال انه اندكشن جنريتر. ازا كنه اندكشن جنريتر. اه راح اشبق على هاي وبدلوف على سرعة مثلا الف الف وخمسمائة ار بيام او الف ار بيام حسب عدد البولز تبعت هذا الاندكشن جنريتر. في معظم احنا تطبيقاتنا في الدرايوز هون راح يكون عندي ستيب داون. فعمالي برفع التورك لانه انا محرك صغير. محرك صغير بدي اخذ منه تورك اعلى. حتى اخذ منه تورك اعلى برفع سرعة برفع تبعه. وبنزل سرعته لانه عادة سرعة الف وخمسمائة ار بيام سرعة عالية. لموضة التطبيقات الفة و الف وخمسمائة اي سبيد هاي الالف و الف وخمسمائة. سينكرونس سبيد. والسرعة الفعالية راح تكون الاسينكرونس. في الاندكشن. في السينكرونس لا راح تضلها نفسها. طيب خلينا ندخل شوية اخلينا افضل اذا لو عندي من هون. والايفيشنسي راح نسميها انا فورورد هلا. لان في فرق في الگير بوكسز مش كل الگير بوكسز لهم نفس الافيشنسي في الاتجاه هنا. فالفلو راح اعتبر انا الفلو للطاقة او الباور راح تيجيني من هذا الاتجاه وماشي بهذا الاتجاه. يعني الدراي هون موجود. فالدراي هون موجود هون مشبوك عن محرك. المحرك راح نشبوكه هون. فالفلو تبع الباور في منظم الوقت. في منظم الوقت راح يجعى المحرك. المحرك بعدين راح يشغل راح يحول للميكانيكو للحرك هون. راح يطلع التطاقة هون. وراح احرك فيها اشياء معينة. على سرعة اقل وعلى. خلينا ازلي نشوف هلا بايدة فينش هلا. راح دخل ايتها من البداية. ما راح اضيفها بعدين. خلينا ناخد ايتها من البداية. هلا احنا تذكروا الحالة انه الطاقة جاي من السبلاي من الهاي سبيد شافت لللاو سبيد شافت. ازا اه او او انرجي. فروم هاي سبيد شافت تو لو سبيد شافت. الحال الوحيدة اللي بنعكس هذا لما تفعل بريكين. لما اكون بعمل بريكينج ايش بيصير بالباور? ايش فكرة بريكين يعني? عم بخفف سرعة اللوت. فاللوت لما تخفف سرعته شو براح يصير في الكنتك انرجية تبعته? هتقل وازا بدها هتقل بدر يرشع ايها. الحالة الوحيدة اللي بنعكس فيها الباور فلو هي انا بكون بعمل بريكينج عم باري. بس غالب الحالات عم بعمل درايفينج. فراح تكون الباور عم تعمل فلو من الهاي سبيد شافت لللو سبيد شافت. هاي انا رح انتبارها الديفول. ازا انا حطيت تي. هاي سبيد شافت. راح اتقلنه افشنسي معينة. رح يبين تورك اضعف هنا مزبوط. ازا ايتا. مش ايتا انا اخذ من واحد بايا ديفنيشن. هاي سبيد شافت. بدها تساوي تي. لو سبيد شافت. بس ايش رح يصير بالتورك? بيرتفع مش هيك. فعلي بار. او ازا بدنا نحط ار جي هناك بصير كمان. يعني بصير عندي تي اتش اس اس بتساوي تي تي اتش اس اس. اه على او خلينا اضبح تي اتش اس اس. مضروبة في ار جي بس مقصول على. يعني كاني عمان يقول التورك اللي طالع من هون. والتورك اللي جاي من هون. في ضريبة راح ادفع عليه. ايش هيك? تي اتش اس اس. اللي بطلع معيني هون. هتكون التورك اللي داخل من هون. رح يروح منو ضريبة معينة بالافيشنسي. بس لكن راح ارفع. ولاحز انه اتا اقل من واحد. لكن ار جي اكبر من واحد. ار جي هي الريدكشن سبيد ردكشن ريجو. رح تكون ار جي لواحد. فار جي مثلا الممكن يتكون اربعين لواحد. ولاحزوا انا خطيتها خصوص هيك. خطيت الار جي هون عشان ابين انه الار جي هي الهاي سبيد شافت والواحد هي الالو سبيد شافت. شو معنى ار جي ازا كانت ار جي اربعين. ايش معنىها الفيزيكلي? عدد العدد المفاد. رح يلوف هذا الشافت لازم يلوف ار جي تايمز حتى هذا الشافت يلوف اوكي. مرات الريدكشن ريجو بكون معبر عليها باشي الاثنين. هذا بكون باعتمد على التصميم تبع الجير بوكس اللي موجود هون. ازا هذي اول معادلة لعنا بتهمنا المعادلة هون. باي كما تشو الى علاقة بين اوميجا الاس اس و اوميجا اتش اس اس. مين اللي اعلم? اوميجا شافت. ازان اوميجا شافت بتساوي الو سبيد شافت. مضروبه في ار جي. ازان اوميجا بتساوي ار جي. في اوميجا لو سبيد شاف. او اوميجا لو سبيد شاف بتساوي اوميجا على ار جي. اضروبه في ايتا ولا مقسوم مع ايتا? لا لا. مش لازم مع ايتا. اوكي. هذا ما الى علاقة بالافيشنسي. حتى لو كان راح يضل هاي مسننات عم تضروب في بعض تتحرك مع بعض مسننات. لما بلوفك هون راح الوفك هون. شو ما كانت اليفيشنسي? اليفيشنسي عمين بتاثر? عالانرجي وعالتورك. مش هيك? بتاثر عالتورك وبتاثر عالانرجي المنتقلة من هون. ازان هادي ان هون هاي هي العلاقة ما بين. السرعة. العلاقة ما بين بالتورك. اوكي ماشي واضحين هاي? ازان عندي اه بتساوي ايتا او العكس طبعا التورك هاي سبيت شافت بيساوي. فلاحظوا انه كأنه التورك على بيبين اكبر من قيمته. ازا حطيت تي اتش اس اس بتساوي تي ال اس اس على على ايتا. لاحظوا هاي لما بقسم اشي على ايتا. ايش عمالي بعمل الفروق هون? بزيد. هو فتيل اس كأنه بيبين اكبر على هاي سبيت شافت بيبين اكبر من قيمتهم. او كأني عمالي بقول انه بدي انا قيمة اكبر شوي عشان اظل اتغلب عليه. ماشي? واضحة هاي? تفهمين الفكرة? يعني مثلا لو انا قلت لك بدي احول بدك تحول لاخوك ميت دينار. هم? بدي يوصل له ميت دينار ولا انت بدك تحط ميت دينار? ماريت هوالك انا بدي ميت دينار ما اقلي بالله هذا شو بدك تحط? مية وخمسة. اوكي? ماشي? هاي نفس الفكرة. تيل اس ازا تيل اس بيكون ميت نيوتون ميتر. ننسى الارجي هلا لفترة. نعتبرها انها واحد. حتى تكون مية. قديش انا بدي احط? بدي احط اللي مية وخمسة حتى تصير هي مية. اوكي? ماشي واضح? فاهمين? فاهمين موانجة رقيتها? في ضريبة عم بادفعها. ضريبة هاي بدي ادفعها بتبين. هي مش انها انبر. مش انه تيل اس اكبر من قيمتها. بس هي حتى احقق هذه التيل اس اس على هذا الشافت لازم احط اشي اكبر شوي على الشافت. اوكي? ماشي واضحها هاي? هلأ نيجي اخفر اشي للكناتيك انرجي والانيرشا. بدي اشوف انا ازا عندي انيرشا هون. شو بتبين? ازا حطيت انيرشا على هذا الشافت. شو فيزيكلي الانيرشا? فيزيكلي. لو انا بدي اقول لك اعطيني انيرشا. شو بتقدر تعطيني? ايش بتي اشي اها اقرب هيك اوضح. ايش في اشي ممكن اجيب اقول لك هاي هذا هاي ازا ركبته اعطيك انيرشا. تمام. فلان انا جيت ركبت هون بالعرض ايش بنسميها? بسموها عادة انحدافة. لحظة هذه لو تركتها بتسحل. بضلها مكانة. لكن لو لو لفيتها وكانت بتلفها قيمة معينة وتركتها مش بتضلها تحاول تلفها لنفس السرعة. طبعا بتصير تبطأ لانه فيه. ازا لو جينا على هذا الشافت الان نفس الشافت اللي هون. وعندي هون اي لو سبيد شافت. عمالي بسأل السؤال. هذا الاي لو سبيد شافت شو بيبين معي? لو بتطلع انا من هون شو بشوفه? عافيت زي الترانسفورمر لو انا اطلعت عمقاومة من خلال الترانسفورمر شو بتبين معي اكبر من قيمتها الاصلية عوزة من قيمتها الاصلية. هاي نفس اللي شرح تبين مختلفة من هون مصبوط. حتى نقدر نجاوب هاد يعني هون عمالي بقول انا هاي سبيد شافت اكويفلنت. شو بتساوي? شو الارتباط بينهم? طيب. هلا بنشوف لو عندي انا هون لو انا حطيت طاعة. ما تنسوهاش هاي ما تنسوه اللي فلوه تبع الباور من هون. ما صار عندي الكناتيك انرجي على الهاي سبيد شافت بتها تساوي اي اتش اس اس في نص في اوميغا هاي سبيد شافت تربية لو عندي الافيشنسي مية بالمية راح تقول الكناتيك انرجي تبعت هاي بتبين هي نفس او كأني عم بسأل السؤال قديش كيناتيك انرجي بدي احط هون حتى احصر على الكناتيك انرجي لي هون زي مثال بتحويل المصاري نفس الاشي ها مظبوط ازان انا بدي احط كيناتيك انرجي اعلى من هون عشان احصر على الكناتيك انرجي المطلوبة مظبوط. ازان بدي اضرب ايتا في الكناتيك انرجي اللي حطيتها على الهاي سبيد شافت عشان تعطيني الكناتيك انرجي المطلوبة عاللو سبيد شافت لانه ماشي فاهمين الهاي فكرة تذكروها دائما هاي الباور عم تيجي من هون ازان انا بدي ازود هاي الفلايوي البطاقة كافية مقدارها كي اي ال اس اس بدي احط مقدار من الطاقة كي اي اتش اس اس مساوي لها بس بدي يكون اكبر شوي بسبب نعود هلا هدول محلهم راح احط ايتم هون محل كي اي اتش اس اس راح احط هاي بهي نص اي هاي سبيد شافت اوميغا هاي سبيد شافت تربية تساوي هاي لو سبيد شافت اوميغا لو سبيد شافت تربية النص بشطبها مع النص فبيصير عندي اي هاي سبيد شافت بتساوي واحد على ايتم اي لو سبيد شافت بعدين عندي اوميغا لو سبيد شافت على اوميغا هاي سبيد شافت تربية لكن باي ديفنيشن ايش الريشو اوميغا ال اس اس على اوميغا اتش اس اس او واحد على ار جي بالحالة هاي لانه هذا اكبر من هادي اذا هادي تساوي اي ال اس اس على ايتم ار جي تربية انسى هلا الار جي للحظة لو كانت ار جي بتساوي واحد اذا اي ال اس اس شو بتبين على هاي سبيد شافت بتبين اكبر شوي من قيمتها نصبوط وبعدين على ار جي سكوير ار جي سكوير يعني ال الانيرشي اللي موجود هون بتبين اصغر من قيمتها بمقدار ار جي سكوير هذا فيه له مهمة احيانا لما كانوا يشتغلوا في سيستمز كتير احد هالمصاعد بس فيه سيستمز تاني ومنعملها ستارتي اذا بدي اعمل ستارتي بالسيستم وفيه شوك في البداية كيف ممكن اخفف الشوك اللي موجوده في البداية كانوا يركبوا وفي كتير تطبيقات اللي بتعمل اينيرشا شو يعني كلمة اينيرشا في اللغة ممانعة ممكن انا احكي عن شخص في عنده اينيرشا مصبوط يعني لو احنا في شركة مشطل في شركة وفي شخص ما ما قادرين يشتغلوا اشي لانه كل ما اعمل شغلة هو بالدوش وتعبان وزهان وهذا اوكي في عنده اينيرشا اذا هو عماله بقاوم الحركة اللي موجودة احنا نفس الاشي ممكن في سيستم انا بدي اشغل هذا السيستم كل ما زدت الانيرشا الموجودة بالسيستم كل ما حطيت اينيرشا اكتر بيصير التسارع اطقى مش احنا قلنا اي في الفة ازا انا انا احد الاشياء اللي ممكن اعملها ممكن اضيف اينيرشا لهذا السيستم بحيث ان اخفف الدوران. هلأ السؤال احطي الفلايويل هون? ولا احطي الفلايويل هون? اه. درايفين. انا بدي اعمل درايفين. احطها هون لانه شوف ازا حطيتها هون ايش بتبين عندي هون بالنسبة للمحرك? اصغر من قيمتها. فخسرت انا من الهاي انا بدي الانيرش. فانا ازا حطيت الانيرش الفلايويل هون رح اتأثر مباشرة عنه الحرك. ازا حطيت نفس الفلايويل هون مش رح يضل منها مش رح يبيم منها هون غير. ولذلك كل التطبيقات العملية لما نطلع على فلايويل مضافة لسيستم رح تنحط على الهاي سبيل شوف. اوكي? هاي تبعيتها. ولذلك ازا بتروح تطلع على كتير من السيستم رح تلاقي المحرك هون مثلا. مركب عليه فلايويل. بعدين رايح هون على وبعدين مثلا رايح على او شافت. فالفلايويل يمركب على الهاي سبيل شوفت نعم. اقام لي ثلاثة نشرة طوقة بالسيارة. تمام اوصلني السيارات بعرفة لسه السيارات بركب عليهم فلايويل. بس في فلايويل على المحرك. تمام? محطوط على المحرك نفسه مباشرة. ستارتي في السيارة. اه بطلع بسنا من. تمام. اوكي. بش بوكي. بش انخرفة في الفلايويل. ايش وظيفة الفلايويل في السيارة? مش بس عشان ناظنك عشان حركة المحرك. لانه محرك السيارة من وين بيجي الطاقة? كم سيلندر في بالمحركات معظمها? اربعة. شو يعني اربعة سيلندرز? يعني عندي اظن تيجي اه واحد اربعة ثلاثة اثنين. واحد اربعة اثنين ثلاثة. في معجل. ازا ما خطيتي فلايويل راح تصير السيارة تعمل? اه. كل فلايويل بتعمل من السموثين للحركة بتبعيتي السيارة.